موسيقى زمالك والدنيا صداع في الزمالك اليومين دول صداع وراغي كتير وحرق وكمبينات وراغي كتير جدا بيحصل في نادي الزمالك بسبب طبعا رحيل فريرة ومين هيكون المدير الفني الجديد لنادي الزمالك طيب فيه كلام كتير جدا اتقال بارح والنهاردة وراغي وحاجات نزلت على الفيسبوك ومواقع التواصل اجتماعي السوشيال ميديا ومواقع الرياضية والكلام ده ونسألت لك حلاص حسن شحاتة مدير فني النادي الزمالك أنا بقوله أنا عندي معلومات بقى في الإطار بتاع حسن شحاتة مفيش حاجات خالص بالنسبة لكابتن حسن شحاتة مجرد ترشحات هو وكابتن حلمي طولان وكابتن طرق يحيا ومدربين أجانب يعني حتى ناس قلت لك خلاص النهاردة والناس لقيت ناس كتير بتكلمني في تليفون صحفيين وشعف ايه كابتن حسن شحاتة مدير فني النادي الزمالك بقولهم يعني غلط الكلام ده ما حصلش وكلمت كابتن حسن شحاتة لطولة كابتن حسن ان هم كانوا نزلوا إشياء عن الأستاذ مرتضى منصور كلمت كابتن حسن شحاتة واتفق معها على تدريب نادي الزمالك والكلام ده فأنا كلمت كابتن حسن لقيت ناس صحفين كتير بيكلموني أصدقائنا طبعا وحبيبنا وناس وكريم وخلاص ما يمروك كابتن حسن شحاتة مدير فني النادي الزمالك فكلمت كابتن حسن قلت يمكن حاجة حصلت ولا نايم ما عرفش فكلمت كابتن حسن قال يا كريم انت عارف أنا لو في حاجة هقولك ما فيش أي اتصالات حصلت خالص ما بين كابتن حسن شحاتة والمستشار مرتضى لغاية دلوقتي يعني لغاية دلوقتي وأنا بكلمكم ما فيش حاجة حصلت ما فيش أي اتصالات حصلت من أي مسؤول من النادي الزمالك مع كابتن حسن شحاتة كابتن حسن شحاتة اسمه مرشح كابتن حلم طولان اسمه مرشح كابتن طارق يحيى اسمه مرشح مدربين أجانب كتير أسميهم مرشحة وأنا هقول لكم دلوقتي الأسماء المرشحة لكن لغاية دلوقتي فيش أي حاجة تمت وفيه أراء كتير داخل المجلس الإدارة نادي الزمالك والكل منتظر المستشار مرتضى منصور بعد الانتخابات انتخابات المستشار مرتضى منصور هتخلص بكرة من يوم الثلاثة المستشار مرتضى منصور هيكون في القاهرة هيقعد مع مجلسه ويبدأوا يحددوا الفترة اللي جاية محتاجة إيه خلي بالكو القصة مش تعين أي مدرب وخلاص سواء بقى حسن شحاتة سواء حلمه طولان طريق يحيى مدرب أجنبي القصة انت كمجلس إدارة مرتضى منصور ده راجل رئيس نادي أعضاء مجلس إدارة موجودين ونائب رئيس نادي مستشار رحمد جلال إبراهيم وحمد مرتضى ومصطفى صيف وهاني زادة وارحابة برجلة مش عايزة انسى حد وشريف مونير حسن كل الناس اللي موجودين هيعودوا على الترابيزة هيحطوا مدرب مصري هيحطوا الأجانب هيشوفوا مين الأنسب للفترة القادمة هل لو أنا جبت مدرب أجنبي دلوقتي هياخد وقت في معرفة اللاعبين في معرفة المنافسين هل معايا فلوس دولارات عشان أقدر أدفع خمسين ستين سبعين ألف دولار كل الحاجات دي هيحطها مجلس الإدارة على الترابيزة هل أنا أجيب حسن شحاتة أقدر أتعامل مع اللعيبة وفيه عندي نجوم كتير هل أجيب طريق إيحية وطريق إيحية مدرب كبير جدا هل أجيب حلم طولان وحلم طولان فري دلوقتي مرضو يعني مش ماسك حتة فالكل هيخدم نادي الزمالك لكن القصة لغاية ما أنا بكلمكم حاليا دلوقتي مفيش حاجة رسمي أو حاجة مباشرة حصلت سواء مفاوضات رسمية كل مجرد تكهنات ترشحات في أسماء مدربين أجانب كتير محطوطة قدام مجلس إدارة نادي الزمالك يعني أنا معايا مثلا موسيقى